السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية ونستنى بس نشوف الناس تدخل على اساس نتأكد انه في صوت فإذا في صوت إن شاء الله سنتكلم عن موضوع البحث عن الحقيقة بس لو تخبرونا إذا في صوت ولا لا في صوت يا جماعة أين الحقيقة طيب يبدو أنه في صوت لأنه شايف لايكات طيب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدأ نحكي في موضوع يعني أتمنى أنه يعني بس هي مناقشة خلينا أفتح قلبي معكم هيك ونحكي عشان قد يكون هذا الدعوة للتدبر والتأمل كلنا يبحث عن الحقيقة في كل شيء حقيقة كل الأمور ويمكن السبب الرئيسي في بحث الناس عن الحقيقة رغبتها الشديدة بالتميز لأنه أكثر شيء بيعطيني تميز أني أكون عارف الحقيقة وهي طبيعة في الإنسان الإنسان لو تلاحظوا بطبعه يريد أن يدافع عن أي شيء يجب أن يكون له شيء يدافع عنه فهناك من يدافع عن دينه بتطرف وهناك من يدافع عن قوانينه الوضعية والحرية الفردية بتطرف ومرات بالذهاب إلى التطرف الفكري في الظن أو للدعاء بأنني أنا وصلت للحقيقة تسقط القيم أتمنى يعني أنا عم بحاول بس أسهل الموضوع تسقط القيم عندما أظن أنه أنا وصلت للحقيقة لأنه مرات إذا كان استعي وراء الحقيقة هدفه الأساسي أن أسعى للتميز هنا مباشرة تسقط كل القيم أجيب مثال بسيط يعني ما عليش تحملوني بالمثال أنت ممكن تشوف اتنين بلعبوا مصارعة هاي رياضة المصارعة اللي أنا يعني ما بطيقها بس اتنين بلعبوا مصارعة فتسأل شخص متدين تحكي له إيش رأيك بال فأول كلمة راح حكي لك إياها حرام راح تحكي له ليش حرام راح يقول لك لأنه لابسين شرطات وعورتهم من بينه وفي نساء بتتفرج على هالكلام وما بصير هالكلام هنا نجد أنه الموضوع صار موضوع شخصي يتعلق بمعتقد الديني ولا يتعلق بأي قيم يعني مثلا قيمة الإنسان أنه أنا أمامي شخصين هذا إنسان وهذا إنسان عم بضرب بعض ضرب سواء بيقولك تمثيل ولا مش تمثيل بس عم بضرب واحد عم بضرب واحد وإحنا عم نزقف الفكرة فكرة أنه هل هذا يتماشى مع أي قيمة إنسانية لا يتماشى مع أي قيمة إنسانية لكن في النهاية هم تحولوا إلى سلعة وأنت تحولت إلى مشتري وفي النهاية رفضك لهذه السلعة أو قبولك يتعلق بطريقة تفكيرك وبحثك عن الحقيقة ليش أنا أحكي هذا الموضوع لأنه الفترة الماضية كثير تكثر العلوم الجديدة يعني تطلع علوم جديدة وكل العلوم هاي تسعى أن تقنعك أن هناك أمل فبصير فيه تجارة بموضوع الأمل فيقولك الطاقة ويقولك 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 علم الشاكرات وعلم المش عارف إيش وعلم كذا وعلم كذا والناس بطبيعتها تريد أن تحس بالأمل لكن في خضم البحث عن الحقيقة آه فعلا الطاقة هنا عاد الحشو اللي يوضع في موضوع الطاقة أنت ستمسك فيه وتذهب مباشرة للتطرف التفكير تطرف التفكير سببه أنك أحسست بالتمييز لأنك شعرت أنك وجدت الحقيقة لذلك تجد إنسان يجي بحكي لك بدافع تحكي له هذا الكلام مش علمي بحكي لك يا أخي أنا جربتها وظبطت أنا جربتها وظبطت هو فعليا السعي والقرار هذا نحن نسميه بلاسيبو إفكت السعي والقرار أن هذا الشيء سأتمسك فيه لأنه متفرد وسيجعلني أشعر بالتمييز وبالتالي أصبحت 90% من النتيجة مضمونة ليش نحكي هذا الكلام؟ لأن الناس بطبيعتها عندما تجد شيء جديد سيعطيها تفردا ستدافع عنه بيديها وأسنانها وستتطرف في الدفاع عنه لدرجة أنك أنت تجد مثلاً شخص يتكلم عن السلام وعن المشعرف إيش وتلاقي الجمهور يقول له الله أنت المنقذ أنت يا دكتور حسن أنت أفضل واحد وفي نفس اللحظة يخرج شخص آخر لينتقد الدكتور حسن ويقول أن الدكتور حسن اللي بيحكي كلام مش علمي وهذا الكلام فيه أخطاء فتجد الشخص اللي كان يدافع عن الدكتور حسن لا يجد للحظة يفكر يا أخي طب لحظة شوي ممكن يقول الدكتور حسن بيحكي كلام خليني أراجع لا هو يذهب مباشرة للهجوم مع العلم أن الدكتور حسن الرسالة اللي مفروض عم بيوصلها للناس هي رسالة سلام مفروض أنه واحد عنده محبة فبالتالي مفروض الرسالة توصل سلام فتجد أنه شخص بيجي بهاجم شخص آخر لمجرد أنه انتقد الدكتور حسن ولا غيره بس أنا عم بضرب مثال هذه مشكلة كبيرة تعالوا نقيسها على العائلات أكبر مشكلة التمسك بما يسمى الحقيقة من وجهة نظري الحقيقة من وجهة نظري أني رجل وأني قوام وأن كلمتي ليس لازم تكون اتنين وأن القوام هي عبارة عن صلابة القوام هي عبارة عن عدم إظهار المشاعر بشكل جياش القوام إنه المرأة إذا أعطيتها عين يا ولدي يا لطيف ألطف يا رب هنا تحصل المشكلة هل هذا الرجل لا يحب زوجته لا يا رجل هو يحبها ولما تجوزها مات عشان يتجوزها عمل المستحيل عشان يتجوزها ولكن عندما يصطدم الموضوع بما يعطيه التفرد أنا ما يعطيني التفرد كرجل تمسكي بالحقيقة من وجهة نظري والحقيقة من وجهة نظري القوامة الرجال على النساء لها تعريف الخاص عندي هذا الموضوع ليس على المسلمين هذا الموضوع عندي الكل نحن نستخدم كلمة القوامة لأنها معروفة عندي وعندكم هنا نحصل الخلاف وكم ترى بيوتاً بين اثنين عندهم حب وعندهم يعني بيحبوا بعض وتجوزوا عن حب ولكن بعد ذلك أصبح صراع صراع بين ماذا وماذا؟ صراع ما بين الحقائق المختلفة هي الحقيقة من وجهة نظرها أن الرجل الذي يحب زوجته لازم يتذكر عيد ميلادها ولازم يكون بالشكل الفلاني ولازم يعمل الشكل العلاني وا 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 بغض النظر عن الحقائق هاي من وين جابتها بس هي تمسكت بها الحقيقة وهو تمسك بحقيقة أخرى ولذلك العلم والحيادية ضرورة ضرورة الحيادية ضرورة عندما أتمنى يكون الكلام رح أبسط عقد ما بقدر في فرق ما بين أنك أنت لنفترض أني أنا إنسان لا ديني ما عندي دين وجئت لأدرس ظاهرة الأديان ولكن هدفي من دراسة ظاهرة الأديان أني أعرف هل الدين في شيء اسمه دين هل في شيء اسمه دين ولا هذا كله كلام فاضي هنا عندما أبحث هل أنا أبدأ بالله وأنزل إلى الإنسان ولا أبدأ بالإنسان لأصل إلى الله هذا السؤال كثير مهم لأن معظم الناس المتدينين كل واحد بيفسر دينه من فوق لتحت مش من تحت لفوق وبالتالي هو أوردي يعني من الأساس أخذ الموقف وعن بيبحث على ما يثبت هذا الموقف فما رح يغير رأيه طب حتى لو رقى لو لقى شيء واضح ما رح يغير رأيه لذلك عادة الناس اللي بتغير مواقفها أو تعتذر بتقول أنا كنت غلطان هذول الناس تعلموا شغلة اسمها الحيادية في التفكير أو ما يسمى هاي مبادئ أساسية في البحث العلمي يعني لما يجي واحد يقول لي يا دكتور حسن كتاب الفلاني هذا الكتاب مليان أخطاء علمية فأنا أجي آيش أخذ موقف منه أعوذ بالله طبعا هو رح يجي يعني نفترض أنه أسلوبه جميل يعني يجي حكالي خدوها هيك يعني معلش تحملوني بها دكتور حسن هذا الكتاب مليان سم وإنت شخص جميل وإنت شخص يجب أن تعيش في خضم مش عارة في الحياة وتكون شخص مسالم إحنا انضحك علينا الكتاب هذا مليان أخطاء للأسف الشديد الشيطان لعب في الكتاب وغير وعمل أخطاء وكذا جميل الكلام وإنت رح تنسئل يا دكتور حسن وما بصير وا 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 جميل جميل أنا عجبني الكلام وأشكرك جزيل الشكر على إنك خايف على مصلحتي أشكرك بعمق هنا أنا عندي شغلة وإنه إذا جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أنا اليوم جاي رح أمسك الكتاب وأحرق وأولا تجي تتفاجأ إنه الناس حرقت الكتاب مع العلم إنه هي الكتاب مش موجود عندها يعني هو لا شاف الكتاب ولا تطلع عليه هو اعتبر إنه كلام الدكتور حسن لا ينطق عن الهوى الدكتور حسن حكى كلمة استغفر الله خلاص صارت يعني فراح أخذ موقف من من شيء يعني كبير لمجرد والله إنه الدكتور حسن حكى طب يعني بالمنطق بدي أرجع راجع المشكلة الأكبر في التطرف العقلي في قاعدة بالتطرف الإنسان اللي عنده تطرف تفكيري يذهب من تطرف لتطرف يذهب من تطرف لتطرف فبتلاقي مثلاً لما أجي أقول لك زي موضوع حلاً الآن موضوع مفتوح وكل الناس بتحكي فيه أجي أقول الموروث الديني ومش عارف موروث ديني أنا شخص عانيت من الموروث الديني لنفترض أنا معاني ليش؟ لأن الموروث كان في تطرف كان في ناس عم تتطرف بالموروث وعملوا كل شي حرام وحرموا علينا عيشتها طيب ماشي وأنا أخذت هذا الموروث من غير ما أفتح الكتب وأقرأ يعني أنا أخذته بحكم العادات والتقاليد نحن معظم الديني ماخدينه ماخدينه إيش؟ من العيال من اللي شو بيحكوا عننا؟ ما في حدا بنا فتح وقرى فرض كفاية فالفكرة فكرة أنا اليوم عم بعاني 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 يقول لي لا أنت كل الموروث غلط وكله ملعوب فيه وكله مش عارف إيش فأنا مباشرة أذهب من تطرف لتطرف هذا الموضوع مريح ليه ليش؟ لأن الرسالة لا تقول لك أترك لا تقول لك أترك الجوهر كل الناس ميتها صافي وقلبها طيب وبدها الخير وعندها قناعة أن دينها دين رائع ومش فاهمي ليش رغم حلاوة الدين ورغم كل الوعود اللي عند رب العالمين ليش دائما نحن عم نعاني؟ لأنه عم بيحرموا كذا وبيعمل كذا ومشوف أشكال وألوان وناس تتاجر بالدين فهنا أنا كشخص حريص على ديني أريد من ينقذني ولأنه أنا لا أريد أن أقرأ ولا أريد أن أتعب نفسي في القراءة ما عنديش وقت فبستنى أنه شخص يجي ينقل لي رسالة فيجي يقول لي الله عليك أنت بطل أنت رائع بس أنت انضحك عليك مفروض كل الناس هدول تتركهم والغريب يعني هل أنا لما أحكي هيك كلام أرضى أنه شخص جاء بعدي يجي يعني يتهمني أني أنا لا أفقه هل أنا كشخص بتحدث بهذا الكلام أرضى أنه يجي شخص يعني على كل الأحوال لذلك الفكرة فكرة ما نقعد نهجم على أي شخص بجيب كلام وفي ناس بيقول لك لا ما هم إحنا ما عم نجيب أسماء طبعا ما يعني أنا عم بتهم موروث كامل طبعا ما هم مليان أسماء ويعني كله في ذمة المتحدث لكن ما أقعد أهاجم يعني هذا الرجل يا أخي ليش نحنا نعتبره شيطان بجوز فيه كلام جميل بجوز فيه كلام يؤخذ منه لكن أليس من الضروري قبل أن أدافع بعمق وعنف عنه لأنه الشعور الجميل اللي إيجاك مش إيجاك لأنك اتبعته ومشيت ورا كلامه هو إيجاك الشعور لأنه أنت بالأساس كنت عندك رغبة شديدة بأنه يكون دينك دين جميل نفسك كنت تكتشف أنه ليش نحنا رغم أنه الدين جميل لأنه نحنا نشوهناه شوهناه مش لأنه نحنا حطينا فيه لا لأنه نحنا بعدنا عنه فالموضوع مش موضوع بس مراجعة موضوع أن نحنا أصلا ما منطبقه نحنا ما منطبقه فقبل ما نحكي بدنا نترك كل الموروث نشوف أصلا شو منطبق من الموروث شو اللي أخذناه من الموروث اليوم أنت الناس بتجي يعني على أبسط الأمور على أبسط الأمور يعني اليوم نحنا الناس للأسف الشديد يعني بيطلعوا برا في العالم الغربي وبيعملوا دراسات على طريقة الأكل وتجي بتكتشف هنا شغلات موجودة عننا بغض النظر على موضوع لوي دراع العلم عشان نحطه حشي ونحشيه وبعدين يطلع الكلام فاضي بس الفكرة فكرة خليك متوازن وأنت تبحث عن الحقيقة ابحث عن الحقيقة بحيادية أجمل ما في الحيادية في البحث عن الحقيقة أن الله يكون معك لأنه أنت سرت في أول الطريق للوصول إلى الحقيقة والله هو الحق فستصل مباشرة لكن أنا لا أهاجم ولا أقدس ولكن أجي أقول أنا سمعت كلام خليني أشوف مدى مصداقية الكلام مدى مصداقية الكلام هل أستطيع أني أطبق هالموضوع يعني هاي المواضيع مهمة وفكرة الخلافات أنه نحنا نطلع ونختلف وهذا سبعة فلان وهذا سبعة لعلان وقل لك أنت ليش ما بد حتى أنا يعني باستغرب أنه نحنا منجي ما منجي بسيرة حدا وبيجي ناس بتقول لك أنت قصدك فلان أنت قصدك يا قي أنا مش قصدي حدا وبعدين بيقول لك هو ما بجيب طب ما هو فلان اللي أنت عم بتجيب يسيرته عم بجيب سيرة كل التراث وكل الناس وعم بيقول إنه الشيطان طيب حقه يحكي هالكلام من حق الناس أن تشكك ولكن من حق الناس أن تتيقن إذا جاءكم أي شخص وحكا لكم إنه هذا الطريق غلط من حقي أني أنا أتيقن لأنه الموضوع مش لعبة الموضوع مش لعبة فلذلك الاعتدال والتسامح لا يعني أني أنا أترك أشياء أعتبرها إنه هاي أصنام وموروث وكذا وأروح أتمسك في أشياء بطريقة تشبه إنه أنا عم بعمل صنام جديد يا أخي راجع يا أخي راجع والله العظيم لما نموت رح تقف لحالك ولا رح ينفعك أنا ولا رح ينفعك فلان ولا علان ستقف أمام الله وحدك هنا في مشكلة إنه رح تجي تقوله تضحك علي الدكتور حسن رح يقولك ربنا رح مادة تشهد عليك عندك عقل وعندك إنترنت وعندك تليفون وطول نهارك قاعد عليه معرفش تطلع وتفتح هذه مش حجة أنا ما رح أنفع حدا أنا ما رح أنفع حدا ولا إنت حتنفعني أنا بقول بس الإنسان يجب حتى يصل للحقيقة أن يتوكر على الله بعد أن يأخذ بالأسباب سماعك لإلي ليس أخذا للأسباب سماعك لرأيي المطلق لما أجي أنا أعطيك رأيي مطلق أنا رأيي أقعد أفتي أعطيك فتوى فتوتي تقول واحد اثنين ثلاثة وإنت لازم تترك فلان وتمشي وارا فلان وهذا غلط هذا ما رح ينفعك لأنه هنا يجب أن ترجع مرة ثانية وتحكم عقلك وترجع مرة ثانية تقرأ عمنا عادي ناس ما منعرفها ماتت ما منعرف شو كتبوا ما منعرف شو عملوا ما منعرف شو ساووا ما منعرف كيف فكروا ما منعرف شو طريقة تفكيرهم عمنا عادي وخلص معاداة وخلص فلذلك أتمنى أتمنى هي تهية أمنية أن الناس ترجع مرة ثانية بشكل عام تفكر تجارة الأمل من التجارات الخطرة جدا الأمل الحقيقي لا ينشأ إلا عندما يفهم الإنسان ماهيت الحياة لا يوجد الإيجابية هاي المفرطة اللي هو شيء معين سينقذك إلى الأبد عليك أن تفهم ماهيت الحياة تبدأ الحياة تنتهي الحياة رحلة قصيرة عندك كل الأدوات حتى تعيشها أهم أداة عندك اللي ميزك فيها رب العالمين أنه أعطاك دماغ لا تستخدم دماغك فقط في القياس سأفعل كما فعلوا حكى فلان كلمة حبيت كلامه ما تمشيش بس ورا مشاعرك حيد مشاعرك ما تقعد الدافع عن دكتور حسن لمزين أو غيره ولا تقعد تهاجم بشكل أعمى حيد مشاعرك في لحظة بحثك عن الحقيقة خصوصا في المواضيع التي ستسأل عنها وسنسأل جميعا فلذلك قبل أني أتهم أنه فلان الفلاني هذا شخص فاسق وهذه عقيدة ملعوب فيها وهذه يا أبش عارف إيش برجع مرتاني بمسك هالكتب وبقرأ الفلاح زمان كان قاعد في الأرض بفلح وبزرع وكذا جدك وجدي اللي ماتوا على الشيء اللي نحنا هلأ عارفينه كيف ماتوا كيف كانت حياتهم ارجع للناس القديمة لا كان عندهم علم طاقة ولا كان علمهم بس كانوا متوكلين على الله وكانوا ناس بسيطين وكان عندهم أخلاق وكان البيت لما بطبخ طبخة كل الجيران بيأكلوها وكان الأب يربي والجار يربي والعم يربي والخال يربي كانت الحياة بسيطة نحنا اللي عقدناها بالتفلسف بدل من نحنا نعمقها بالعلم عقدناها بالتفلسف فالإنسان قبل ما يتفلسف ويعتبر أنه عليه أن يقرأ عليه أن يطلع الفطرة لن تغير فاللي زعلان على فطرة الناس فطرة الناس ما رح تنسح رح تظلها موجودة هذه فطرة رب العالمين لن تتغير مهما حاولوا مهما عملوا ستبقى الفطرة فطرة لا يصح إلا الصحيح ويخبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش فإن شاء الله يعني زي ما قال ربنا وبشر الصابرين لذلك لكل مثلا من يقول إنه الابتلاء دلالة على إنك إنسان عندك أخطاء وعندك كيف سنفسر بشر الصابرين من هم الصابرين إذن؟ من هم الصابرين؟ الصابرين الصابرين على خير يا جماعة بتمنى لكم سهرة جميلة وليلة جميلة وسعيدة بتمنى الإنسان يدور دائما على التوازن الفكري لا تاخد آراء متطرفة في كل شيء وعلى الإنسان أن يلتزم حدود معرفته ومن قال لأعلم فقد أفتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته